كما بعث وزير الداخلية ألواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة وخلال البرقية تقدم وزير الداخلية لرئيس السيسي بأخلص التهاني وأصدق الأمان بموفور الصحة والعافية مؤكدا على استقبال العيد المبارك بالإرادة والعزم والتفاني في الأداء من أجل أمن ورفعة الوطن في ظل مرحلة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الجزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مشيرا إلى أن مناسبة العيد تدفع إلى التفاني في الأداء والإصرار على تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أرقان حرب القوات المسلحة للتهنئة بحلول العيد وهنأ وزير الداخلية أيضا رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بذات المناسبة كما بعث برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ترجمة نانسي قنقر